نروح معاكم الخبر مهم جدا 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 منذ لحظات أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تم نشره على الصفحات الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل اجتماعي كمان فيسبوك برازت خلالها زيارة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاء طبعا الزيارة دي في لها عدة أسباب أهمها أو أهم الحاجات اللي كانت فيها استقبل طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار منطقة منصور جاء ذلك لدراسة مناقشة بعض الموضوعات والمتطلبات الإدارية الخاصة بتنفيذ بعض الاستثمارات وتطوير بعض المنشآت واستكمال الخطوات والإجراءات الإدارية الخاصة باستاذ الزمالك ده خبر مهم جدا وكمان استعرض مشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعض المشكلات والتحديات الإدارية التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية اجتماع كان مهم جدا جدا وكان فيه كلام كتير مهم في صالح نادي الزمالك